مرحبا اليوم هنعمل خبز مصنوع من الحمص المطحون مقاديره كتير سهله خلينا نبدأ بدنا طحين لوز حمص بودرة زبيب حبوب اي حبوب بتفضلوها انا استعملت حبة البركة وسمسم ملح زيت زيتون خميرة مي فاترة وبيض اول شي بديت حطيت الخميرة بالمي لحتى تبدأ تتفاعل وبلشت حط الطحين الطحين اللوز والحمص البودرة والحبوب فيكن تستعمروا بذر دوار الامار سمسم حبة البركة حطيت ملح زيت زيتون والمي مع الخميرة عندكم الخليط لح يكون مريء معلش هذا اللي بيعطي الخبز طراوتو وبكون خفيف هون عمور جيكون اني حطيت الزبيب ايني ايشي زبيب جوز ايشي بتحطوه بخبز او بكيك دائماً حطوا معلقة طحين معه لحتى ما يترسب بسفل الآلب اللي عندكون هيك بيخليه متجانس مع الخليط كله اذا حطيتون دايركت مع الميكس لح يترسبوا لح يكونوا بسفل الصحن او بسفل الآلب اما اذا بتحطوا طحين معهون بيكونوا ميكس بالخليط كله هذا هو مثل كيك اكتر ما يكون خبز بخبزه بالفرن على درجة حرارة 375 180 تقريباً ل 35 او 40 دقيقة هذا الكيك كتير زريف للي عم بيخفف وزن او عنده او حساسية من الطحين او حابب يجرب او حابب شي جديد وهذا الصحن النهائي ان شاء الله يعجبكم مرحبا اليوم لحنا نعمل خبز خبز شو بنا سميه خبز الحموس خبز الحموس مرحبا اليوم لحنا عملي بوزة عملي بوزة طبع